احنا بنسمع كثير عن عرق ناسة وكثير قوي يقولك عرق ناسة ده بيجي للستات بس يعني عشان خاطر اسمه لكن طبعا هو يعني بعيدا خالص عن فكرة انه هو مرتبط بالسيدات لكن بيبقى دايما مصاحب يا دكتور للألام اللي بتحصل أسفل الظهر بأبطرية الحالات بالظرط أسبابه يا دكتور وهل هو عرض أم مرض يعني يعني عايزين نتكلم عنه شوية وزي ما انت قلتي نسبة كبيرة جدا من المرضى اللي بقى عندهم ألم في ظهرهم مع الوقت لو فضل الألم ده مستمر بيبتر بيش تكون الألم بقى بتده ينزل على رجله سواء أسباب عضلية يعني حتى الشد العضلي بيسمع فيه الرجل بس تلاقيه ما بيعديش الرجبة يعني واجع الظهر لو هو سببه عضلي أو سببه من المفاصل خشونة هتلاقيه بيسمع في الرجل بس ما بيعديش الرجبة لكن الانضلاق هتلاقيه عادة نازل حد صوابع رجله نازل حد صوابع رجله ومع تنميل عرق الناسة هو أي ألم بطول الرجل يعني أنا ممكن يجي عين لها أنا عندي غدروف ولا عندي عرق الناسة الدكتور قال لي كده ودكتور قال لي كده لا ده حاجة وده حاجة الغدروف من أشهر أعراضه عرق الناسة وعرق الناسة ده اسم الوجع زي وجع الراس اسمه ايه؟ اسمه صدوة وجع الرجل بطولها اسمه عرق الناسة من أشهر أسبابه الغدروف فعرق الناسة هو عرض وهو ملوش علاقة بالسيرات يعني هو ملوش علاقة هو تسمى عرق الناس لأنه كانت ناسا يتسمى وهما بيسموا الأعصاب فهو عرق الناس ملوش علاقة بالسيرات وهو أي ألم بطول الرجل من أولها الأخيرة سواء من الجنب أو من الخلف سواء من الجنب أو من الخلف أو في رجل واحدة أو الاثنين مصاحب مع تنميل بيزيد مع القعدة ده اسمه عرق الناس أوقات التنميل دكتور بيطلع أكتر عن الرجل يعني هل مثلا بيبقى في فكرة المؤخرة أو عند الهيبس ممكن يطلع مثلا لناحية الكلا ولا هو معروف تنميل بيبقى تحت في البريفري تنميل بيبقى تحت فالحالات شديدة بيأخذ الرجل كلها بقى منملة أو المخضرة فالحالات العنيفة جدا والمتقدمة جدا 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 اللي دي بقى بتحتاج بنقول عليها ريت فلاج يعني إذا لازم العين يدخل عمليها حالا يكون في تنميل حوالين فتحة الشرج أو حوالين فتحة البول ده حاجة يعني ده معروح المتقدمة جدا ويعني يمكن واحد أو اثنين في المية بس من مرضى الغدروف اللي بيشعروا بيها لو سابقوا أعملوا نفسهم لفترة طويلة